سلام الله عليكم ورحمته وبركاته طلابي استمدادا واستكمالا لدرس المساحة أرحب بكم مرة أخرى فأهلا وسهلا بالجميع فكرتنا اليوم في درس المساحة فكرة خرافية وزاكية ولطيفة وسهلة وحالة حالها من حالها ألا وهي فكرة إيجاد المساحة من خلال الرسم يعني السؤال حيكون معطيك الرسمة جاهزة وإنت ما عليك إلا تحط له القانون وتطبق على القانون تبع المساحة وكان الله بالسر عليم أولا بدك تعرف شغلة إن الرسمة اللي حيعطيكها السؤال إما رح تكون فوق محور X بهذه الصورة في هاي الحالة بحكي له إنه A هي المساحة الأريا تساوي التكامل من A إلى B من A إلى B الحدود تبعتي يعني FxZX يعني في شي سالب بينما إذا كانت المساحة تحت محور X زي ما احنا بنعرف دائما حتكون A تساوي سالب التكامل من A إلى B FxZX يعني نفس قوانيننا الثابتة تحت محور X بتحط له سالب فوق محور X ما بنحط له سالب تمام؟ طبعا ليش أما تكون تحت محور X بنحط له سالب؟ لأنه أصلا تحت محور X التكامل بيكون سالب بس المساحة لازم تكون موجبة فبنضرب بسالب عشان السالب تبعت التكامل مع السالب اللي إحنا بنضرب فيها بتخلينا المساحة شو تسير؟ موجبة وما عليكم بطولة السيرة ونروح على أول مثال كيف هاي؟ أول مثال يلا المثال الأول شوف ما أزكى بيحكي لك أجد مساحة المنطقة المضللة في كل من التمثيلات البيانية الآتية شوف معاي الرسم اللي أعطاك إيها السؤال والله جاهزة كل إشي فيها جاهز هو أعطاك رسمة المساحة المضللة هيها الحدود من أربعة على وين؟ لتسعة إنتك تسأل حاج سؤال المساحة فوق ولا تحت؟ هاي محور X لاحظوا أنها وين؟ فوق محور X إذن بحكي له أنا أنه A يساوي التكامل من أربعة لتسعة لا الإخترار اللي بيعطيكي يا السؤال نفسه شايفه؟ واحد على جذر الـ X دي الـ X وكامل كامل وحكي له A يساوي طبعا أنا تكامل مش في عندي جذر إذن الجذر لازم يجهز تحكي لي من أربعة لتسعة شوف معاي جذر الـ X هو X قوة نص لما ترفعه شو بيصير؟ X قوة سالب واحد على اثنين دي الـ X الآن لما بقاجي بدي أكامله شو بدي يصير؟ بدي يصير كالآتي طبعا X قوة سالب واحد على اثنين بتخلي لي إياها X إجمع سالب واحد زائد اثنين بتصير واحد على اثنين هون اثنين على شو؟ على واحد صح؟ الواحد اللي في المقام ما بتنكتب والحدود من وين لوين؟ من أربعة لالتسعة الـ X قوة نص بدي أرجع أضبطها وأتكتكها يعني شو بعمله؟ بعمله اثنين في جذر الـ X من أربعة لأوين؟ لالتسعة لاحظ الجذر X قوة نص هي مرعا جذر الـ X هاي متعودينها وعارفينها وملحلحينها صح ولا لا؟ هس شو بدك تسوي لي؟ بدك تفتح قوسين وبينهم عملية ناقص عشان نعوض بعوض التسعة بيصير اثنين في جذر التسعة اثنين جذر التسعة بعدها بعوض مين؟ الأربعة ناقص اثنين في جذر الأربعة وتساوينا اثنين مضروبة في الثلاث ناقص اثنين مضروبة في الثنين اثنين ثلاثة ستة ناقص أربعة ويساوي كم؟ اثنين وحدة مربعة شفت محلاها؟ شفت مسهله؟ ولا بدك تفكر ولا إشي هو معطيك ومجهز لك كل إشي تمام؟ إذن هاي الفكرة الأولى لما تكون الرسمة معطاة معك وجاهزة معك نروح على مثال ثاني بدنا نحسب مساحة المنطقة المضللة في الشكل المجاور ولاحظ عزيزي هون في هذا المثال أعطاك منطقة تحت ومنطقة وين؟ منطقة فوق وبتحكي له يا عيني يا عيني يا ليل المنطقة اللي فوق أعمل لك إياه في اللون الأحمر شوف معي بحكي له شوف ايه تساوي أنا عندي منطقتين منطقة أولى زائد منطقة ثانية شوف المنطقة الأولى لأنها تحت فبحكي له سالب التكامل من صفر لواحد هاي من صفر لواحد الاختران نفسه اللي هو إكس تربيع ناقص إكس سكر قوسك دي الإكس زائد المنطقة الثانية اللي هي التكامل من وين لوين؟ من واحد لاثنين طبعا من فوق موجب التكامل من واحد لاثنين لإكس تربيع ناقص إكس سكر قوسك دي الإكس بس هاي بتعبر لي عن المنطقة الأولى وهاي بتعبر لك عن المنطقة الثانية إذن المنطقة الأولى هي من صفر لواحد حطيت للتكامل تبعها شو سالب ليش أستاذ بلال؟ لأنها تحت محور إكس هايها دون مية في المية المنطقة الثانية فوق محور إكس خليت إيش تكاملها؟ موجب ولاحظ من واحد لوين لاثنين من واحد لاثنين وإذا بتلاحظ هاي خاصية أبو جواد شوف صفر واحد واحد اثنين واحد واحد في الأخطار ولاحظ أنه دايماً حدود واضحة معك من السؤال هاي من صفر لواحد ومن واحد لوين لاثنين تمام؟ إذن اللي تحت شو حطينا له سالب هسا كامل طلع جوابك ويعطيك العافية تعالوا خلينا نكامل يالو بحكي له الإكس تربية تكاملها طبعاً ما تلسى السالب وبتفتح قوس كبير هاي ايه تساوينا؟ الإكس تربية تكاملها إكس قوة ثلاث على ثلاثة ناقص الإكس تكاملها إكس تربية على اثنين من وين لوين؟ من صفر لواحد وسكر قوسك هاي خلصنا التكامل الأول تعالي تكامل الثاني بدي أعمله في اللون الأزرق زائد إكس تكعيب على ثلاث ناقص إكس تربية على اثنين ومن واحد لاثنين هاي واحد هاي اثنين هاي حطنا في قوس لحاله كمان يلا نرجع على المساحة الأولى في عندي المساحة الأولى سالب برة افتح قوس هسا جوة القوس الكبير بدي أفتح قوسين وبينهم عملية شو؟ ناقص لاحظ كيف الترتيب عشان ما نخربطش يلا عوضوا الواحد واحد تكعيب تصير واحد على ثلاثة ناقص واحد على اثنين ناقص الصفر الصفر بتظلها كما هي تمام الحكي؟ نيجي على اللون الأزرق اللي هي المساحة الثانية بدك تعوض اللي مين هسا؟ بدك تعوض الاثنين والواحد إذن بفتح قوسين وبينهم عملية ناقص وبدنا نعوض جوة القوسين أول إشي لاثنين يلا اثنين تكعيب تصير ثمانية على ثلاثة ناقص اثنين تربيع أربعة على اثنين حلو الحكي اثنين تكعيب شو صارت ثمانية على ثلاثة اثنين تربيع أربعة على اثنين ناقص عوض الواحد واحد تكعيب واحد على ثلاثة ناقص واحد على اثنين ممتاز جدا هسا شوف كيف بدي أحسبها السالب اللي بره هول بخليها هاي هالسالب هنا شوف معي جوا القوس اللون في اللون الأحمر بحكي له شوف واحد ضرب اثنين لهي اثنين ناقص واحد ضرب ثلاثة ثلاثة على اثنين ضرب ثلاثة شو بتصير ستة وناقص صفر بتروح يعني ايه تساوينا سالب اثنين ناقص ثلاثة شو بتصير عندك سالب واحد على ستة السالب مع السالب رح تصير واحد على ستة اذا المساحة الاولى هاي اول اشي خلصنا منها اللي هو واحد على ستة حلو تعال معاي هسا نخلص من اللون الأزرق اللي هي المساحة الثانية شوف معاي طبعا بقدر من هون امسك الآل الحاسبة وطلع الجواب النهائي حلو ولكن بدي اوصلك لمرحلة ترتاح وانت بتستخدم فيها الآل الحاسبة شوف ثمانية على ثلاثة نزلها ناقص أربعة على اثنين خليها هسا وزع السالب هاي جوا القوس يعني سير ناقص واحد على ثلاث سالب بسالب شو بتصير موجب واحد على اثنين تمام؟ مية في المية هسا أنا هون شغلي هاي زائد بجمع المتشابهات يعني ثمانية على ثلاث ناقص واحد على ثلاثة شو بتصير؟ ثمانية ناقص واحد يعني سبعة على ثلاثة إذن زائد هاي سبعة على ثلاثة حلو هس عندك انت هون سالب أربعة على اثنين زائد واحد على اثنين سالب أربعة زائد واحد يعني سالب ثلاثة سالب ثلاث على شو؟ على اثنين هاي كلها طبعا في القاس من الثاني اللي بتعبر لك على المساحة الثانية نزلها زائد تعال وحدة اللي مقاماتها هنا اضرب 7 ضرب 2 يعني كم 14 حلو و 3 ب 3 9 و ناقص 9 على 3 ضرب 2 قديش 6 يا سلام خلصنا إذن ايه تساوينا 1 على 6 زائد 14 ناقص 9 5 5 على 6 1 على 6 زائد 5 على 6 المقام 6 1 و 5 6 6 على 6 1 يا سلام كل هالحكي يا وستر عشان واحد شفت كيف إذن الجواب هو واحد وحدة مربعة هاي جواب هذا السؤال تمام الحكي إذن لاحظ معاي إنه عندي مساحتين واحدة تحت واحدة فوق اللي تحت حط طلها سالب لإنه لازم أحط لها سالب عشان تطلع في النهاية شو موجبة والثانية شايفها خليناها كما هي موجب والله زاكي والله والله إنه بيشاهي صح ولا لا يا جماعة والله سهل والله إنه سهل الرعا سؤال الجديد السؤال بده مساحة المنطقة المضللة إلي موجود أمامنا في هذا الشكل طبعا هذا السؤال من أسئلة كتاب تمارين الطالب فإذا نظرت إليه نظرة القاسي والدانية عزيزي سوف تعرف أن الشكل قد ظلل في هذا الجزء ألم تره؟ انظر إليه تماعا إنه كالجبل لاحظوا الحدود من سالب واحد إلى مين إلى أربعة يلا بينا يلا بينا بدنا نكامل باجي بحكي طبعا المساحة فوق ولا تحت محور إيكس قل لي أنت فوق صح ولا لا يعني خلاص راحت معك إذا بتحكي له إيه يساوي التكامل من وين لوين من سالب واحد إلى أربعة بخليها موجبة طبعا الآن تكاملك لإيه اللي اختران لي أعطاك إيه السؤال هياته أربعة كيف بس هياته أربعة زائد ثلاثة إكس ناقص إكس تربيع سكر قوسك وديل إكس كاملها يلا شو تكامل أربعة؟ أربعة إكس زائد ثلاثة إكس تربيع على اثنين ناقص إكس قوة ثلاثة على ثلاثة الآن شو بدك تحكي لي الحدود من سالب واحد إلى أربعة الآن فقرة التعويض وهي أجمل وأسهل فقرة افتح قوسين يا عزيزي وبينهم عملية الناقص الآن سوف نقوم بتعويض الأربعة مكان كل إكس موجودة في السؤال أربعة في أربعة 16 زائد شوف معي هون 4 تربيع 16 4 دعوض الأربعة هون أنا مكان كل X هس 4 تربيع خليك معي 4 تربيع 16 16 ب3 48 48 قسمة 2 24 بإمكانك تستخدم فيها الآلة الحاسبة هاي هون دكتب 24 ناقص أربعة تكعيب يعني أربعة في أربعة في أرواية امسك آلتك الحاسبة 64 تطلع جوابها على ثلاثة ناقص هسا بنعوض السالب واحد أربعة بسالب واحد سالب أربعة حلو هس هنا سالب واحد تربيع واحد ضرب ثلاثة على اثنين يعني بصير موجب ثلاثة على اثنين لا لاحظ السالب تربيع بيروح السالب صح تربيع واحد بثلاثة ثلاثة على اثنين هس هنا في عندك هون سالب مع السالب واحد تكعيب لأنه أصلا التكعيب بتخلي السالب موجودة حلو يعني أنا لما أقول لك سالب واحد قوة ثلاث هي كم هي سالب واحد حلو فسالب واحد مع السالب صارت موجب واحد على ثلاثة هاي واحد على ثلاثة الآن من هنا بقدر أنا أمسك الآلة الحاسبة وطلع الجواب النهايي تبعي لا هذا السؤال أو بقدر إني أبسط أكثر وطلع الجواب النهايي تبعي شوف خلينا نبسط أكثر بعدها نطلع بالآلة الحاسبة يلا 16 و 24 هاي 40 ناقص 64 على ثلاثة حلو أمور بسيطة يعني هاي ناقص شوف معي هون هسا سالب أربعة زائد ثلاثة على ثلاثة زائد واحد على ثلاثة من هون بدي أعلمك تستخدم الآلة الحاسبة حلو عشان ما تغلبش حالك تعال معي وطلع الجواب النهايي لهذه القيمة طلع يلا انت عندك القوس الأول بفتح القوس ماشي بفتح قوس نشوف القوس مبين طيب مبين شو بتكتب بتكتب أربعين ناقص هسا بعد الناقص ما هو أنا عندي 64 على ثلاثة شايفينها بفتح قوس الاربعة وستين على ثلاثة هاي 64 قسمة ثلاثة هاي الإمكانيات اللي موجودة في الآلة الحاسبة اللي هيعطوك إياها الوزارة شوفت كيف صارت عندك أربعين ناقص أربع وستة يعني أبدا كتب لك إياها كيف أنا كتبتها على الآلة الحاسبة بالضبط فتحنا قوس كتبت الأربعين ناقص فتحت قوس جديد ماشي كتبت جوه القوس الجديد 64 كسمة شو ثلاثة سكرت القوس أول مرة ورجعت سكرته مرة ثانية هاي على الآلة الحاسبة بخطوة واحدة ناقص هاي ناقص فتحنا قوس جديد الآن فتحنا قوس جديد بعد الناقص فتحنا قوس جديد داخل القوس الجديد تحط اللي سالب أربعة زائد تفتح كمان قوس بحط لها أهم إشي الأقواز زي ما علمتكم أهم إشي الأقواز زائد ثلاثة على ثنين شوفوا في قوس كتبتها كمان مرة زائد افتح قوس واحد على ثلاثة بسكر القوس بطلع معي الجواب عشرين فاصلة ثمانية عشرين فاصلة ثمانية يعني أنا شو عملت هنا ناقص فتحت قوس السالب أربعة حطتها في قوس حلو زائد الثلاثة تقسيم اثنين في قوس زائد الواحد تقسيم ثلاثة في قوس سكرت القوس بدك تستخدم الآلة الحاسبة استخدمها صح أنا قاعد بعلمك كيف حلو الآن شو بطلع معك الجواب عشرين فاصلة شو ثمانية هذا باستخدام الآلة الحاسبة طلعنا وحدة مربعة تمام يعني انت بعد ما تعود تعود مباشر امسك قلتك الحاسبة ولكن شو حطت أقواس كل عملية بدك تعملها بدك شو تحط لها أقواس أما إذا ما حطت أقواس راحت جوابك خطأ روح أحسن لك وحد المقامات وزع السالب وطلع الجواب النهائي أفضل لك تمام الحكي هاي سؤالنا فوق محور إكس إذا انت كامل تبعه شو ما له موجب والأمور طيبة أوكي سؤال جديد سؤال جميل سؤال لطيف سؤال خفيف السؤال شو بحكي لك بدنا نحسب مساحة المنطقة المضلة في الشكل اللي موجود أمامنا المنطقة المضلة اللي وينها في اللون الأخضر تظلك إياها في اللون الأخضر وهاي أحلى لون أخضر لعيونكو هايها هايها شايفينها المنطقة حدودها من وين لوين من السالب واحد من هون بلشت من السالب واحد لوين للصفر إذا باجي بحكي له إنه A تساوي سالب التكامل من سالب واحد لصفر طب ليش السالب اللي أنا حطيتها برا هاي لأن هالمنطقة وين موجودة تحت محور X ما في كلام ما في كلام على أولة عبدو أبو نجم عبدو من عبدو أبو نجم عبدو البابرج بتعرفوه صح إذن سالب من سالب واحد لوين لصفر الاختران من من حدودي من سالب واحد إلى صفر تعالوا هسا خلينا نكامل يلا فباجي بحكي له إيه تساوي هاي السالب افتح قوس كبير هسا بدا افتح جوا قوسين وبينهم عملية شو عملية ناقص يلا امسك الصفر وعوضها صفر 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 كله صفر هسا بدك تعوض مين السالب واحد يلا عوضوا لي السالب واحد سالب واحد تكعيب شو بتعطي سالب واحد زائد سالب واحد تربية واحد على اثنين ناقص بصير موجب لأنه اثنين بسالب واحد بصير سالب اثنين بس مع السالب بصير موجب شو موجب اثنين يا سلام ويا السلام هاي ايه تساوي سالب شو في الترتيب صفر ناقص تعال نحسب هذا القص يلا عندك انت هون سالب واحد صح زائد اثنين اجمع الارقام يعني شوف معاي السالب واحد خذلي معها مع مين مع الاثنين سالب واحد زائد اثنين واحد واحد زائد ايش زائد نص صارت معك يعني ايت وساوينا السالب وهي الصفر وهي الناقص واحد زائد نص ثلاثة اثنين صح ولا لا ثلاث على اثنين سكر قوسك الان صفر ناقص ثلاثة اثنين سالب فبصير سالب السالب ثلاثة اثنين ويساوي انه ثلاث على اثنين وحدة مربعة اذا الجواب امامك بطلع معنا شو ثلاثة على اثنين وحدة مربعة كيف الامور بالله عليك احكولي كيف الامور سهلة والله سهلة نطيفة جميلة بسيطة وكل شيء بين يديك انا هنا مجمعلك مجمعلك افكار اسئلة الكتاب افكار اسئلة الكتاب التمرين واسئلة من اتدرب احل المسائل برضو اخذت منها رسمات عشان ايش نكون احنا منجزين كل اشي وكون كل اشي بجابتك لصغيرة شوف لي السؤال الجديد على نفس الفكرة بدي نحسب مساحة المنطقة المضللة اللي موجودة امامك في الشكل انا كم منطقة عندي عيني عيني عندي عينتين قصدي عندي منطقتين والمنطقة الاولى هيها من صفر لمين لواحد هيها في اللون الازرق المزرق والثاني المنطقة هيها من واحد لاثنين في اللون الاحمر المحمر شايفينها عندي منطقتين باجي بحكيه المنطقة الاولى بحكيه بدحلك اياه في اللون ايش الازرق هاي ايه تساوينا بما انها تحت محور اكستنساش تحط السالب اتفقنا هاي سالب طرح ممكن السؤال بس يحكي لك قيمة التكامل الذي يدل على هذه المنطقة هو بس ما يقول لك احسبه يحكي لك بس قيمته تحكي له انت سالب التكامل من صفر لواحد اللي اختران اكستر بي ناقص واحد دي الاكس زائد في اللون الاحمر التكامل الثاني اللي هو من واحد لاثنين شايف من واحد لوين لاثنين نفس المنطقة نفس الاغتران اكستر بي ناقص واحد تسكر قوسك وهي دي الاكس شوف كيف تمام الحكي طرح خلينا الكامل يلا بينا فالأول في اللون الازرق بحكي له يساوي هاي السالب تفتح قوس كبير وكامل اكس تربيع بيصير اكس قوة ثلاثة على ثلاث والواحد عوض اللي الواحد واحد تكعيب بيصير واحد على ثلاثة ناقص واحد والصفر تعويضها صفر خلصنا من الأزرق تعال على الأحمر يلا افتح قوسين وبينهم شو بينهم عملية ناقص يلا عوض اللي مين لاثنين اول شي اثنين تكعيب بيصير ثمانية على ثلاثة ناقص اثنين ناقص عوض الواحد واحد على ثلاثة ناقص شو ناقص واحد تمام تمام يلا نخلص من أول مساحة واحد على ثلاثة ناقص واحد هاي وحدة لها المقامات هايها شوف ونحط مقام واحد وضرب واحد في واحد واحد في ثلاث وثلاثة في مين في واحد السالب البرة بتخليها هايها افتح قوسك واحد في واحد بصير 1 ناقص 1 و 3 3 على 1 و 3 3 سكر قوسك اخلص منها كاملة بصير سالب 1 ناقص 3 سالب 2 يعني بصير عندك سالب 2 على شو على 3 يعني أول مساحة بتطلع معنا سالب مع السالب شو بتصير موجب يعني هاي 2 على 3 خلصنا منها المساحة الأولى قيمتها قديش 2 على 3 تعالي هسا على المساحة اللي في الأحمر نحسبها يلا عندك انت هون 8 على 3 ناقص 2 ناقص 1 على 3 شوف ديوزع السالب أنا هون حلو ناقص 1 على 3 هسا سالب بسالب شو بتصير موجب 1 لاحظ أنا هون سالب في موجب سالب سالب بسالب شو عطتني عطتني موجب هاي كلها في قوس كامل يلا عشان ما تخربطش هاي زائد هسا زي ما علمتك ممكن تبطر تمسك الآلة الحاسبة ممكن أحلها يدوي عادي هاي الثمانية على ثلاثة خذها معنا ناقص 1 على ثلاثة ثمانية ناقص واحد إنها سبعة سبعة على ثلاثة يا أعزائي لأن ناقص 2 زائد واحد سالب واحد أليس كذلك؟ إنه كذلك يا عزيز العزيز الآن ماذا سوف نفعل؟ نغوم بوضع مقام هنا واحد ونوحد المقامات فتصبح لدينا سبعة ضرب واحد وواحد بثلاثة وثلاثة في واحد أرأيت؟ إذن شو بتصير معك؟ بتصير معك الزائد سبعة ضرب واحد سبعة ناقص واحد بثلاثة ثلاثة على واحد ضرب ثلاثة ثلاثة سبعة ناقص ثلاثة يعني أربعة على ثلاثة يعني بيطل معك هنا اثنين على ثلاثة الأولى زائد هنا سبعة ناقص ثلاثة أربعة على ثلاثة يعني كلها بتجمع المقام ثابت أربعة زائد اثنين يعني ستة على ثلاثة ويساوي شو؟ ويساوي اثنين إذن جوابنا كم؟ جوابنا بيطلع اثنين وحدة مربعة هاي أنا طلعت لك إياها في إيش؟ يدويا إنت واجبك الآن إنك من هون من هون تستخدم الآلة الحاسبة وتروح تحسبها بالآلة الحاسبة يلا تمرنوا يتمرنوا عليها بيطلع جوابها هاي قديش؟ بيطلع جوابها اثنين إنت حلها في الآلة الحاسبة وطلع لي الجواب اللي بيطلع معك الآن بدنا نأخذ أسئلة فخمة على موضوع إيجاد المساحة من خلال الرسم أسئلة بدك تجهز لحالك بدك تغسل لوجهك بدك تصحصح بدك تفتح بدك تترك كل إشي حواليك وتركز معاي بس بدك تعتبر حالك قاعد بتحضر فيلم رعب أكشن رومانسي كل أنواع الإثارة موجودة في هذا الفيلم ولكن بدك تستحضر عقلك معاي تمام اتفقنا نروح على أفكار وأسئلة فخمة على موضوع المساحة من خلال الرسم ولكنها سهلة أنا بطمنك سهلة وهسا بتشوف إنها سهلة هاي الأسئلة بيكونوا السؤال بيعطيك رسمة بيعطيك قيم المساحات وبطلب منك إيجاد قيمة شو؟ قيمة تكامل شوف معاي يبين الشكل المجاور منحنا الإختران إذا كانت مساحة المنطقة R1 هي وحدتين مربعتين يعني شايف R1 أعطاك مساحتها وحدتين مربعتين حلو؟ وشو حكالك؟ ومساحة المنطقة R2 هي خمسة لاحب المساحة سواء كانت تحت ولا فوق شو بيعطيك إياها بالموجب؟ بيعطيك إياها بالموجب تمام؟ إذا R1 أعطاني إياها 2 وR2 أعطاني إياها شو؟ خمسة حكالك جد قيمة التكامل من سالب واحد لوين؟ لثلاثة التكامل بدي إياه من سالب واحد لثلاثة FxDx طيب تمام؟ باجي بحكيله التكامل شوف معاي من سالب واحد لثلاثة لFxDx يساوينا لاحظ التكامل من سالب واحد لوين للثلاثة هو عبارة عن منطقتين منطقة تحت ومنطقة فوق مروا في أي نقطة في النقطة صفر اعتبر هذا الخط مار في منطقة مين؟ منطقة الصفر إذن هنا رح نحسب التكامل من سالب واحد لثلاثة على خاصية إيش؟ تجزئة التكامل خاصية أبو جواد بحكيله التكامل من سالب واحد لثلاثة بعمل تكامل أول زاد شو تكامل ثاني تمام؟ بحكيله من سالب واحد لصفر المساحة الأولى والمساحة الثانية من وين لوين من صفر لثلاثة من صفر لثلاثة هايها اللي بلش فيه ببلش فيه واللي خلص فيه بخلص فيه تمام؟ إما بتعملها على خاصية أبو جواد والرقم المشترك هو الرقم اللي في النص حلو؟ أو مباشرة أمامك من الرسم هايها من سالب واحد لصفر ومن صفر لثلاثة وجوة حط لي F في الأكس دي الأكس هنا F في الأكس دي الأكس بس أمورك واضحة وطيبة هو طلب من سالب واحد لثلاثة أنت بتحكيله التكامل من سالب واحد لثلاثة ويساوي من سالب واحد لصفر زاد من صفر لوين؟ لثلاثة اتفقنا مية في المية هسا باجي بعوض التكامل من سالب واحد لثلاثة F في الأكس دي الأكس يساوي شوف معي من سالب واحد لصفر لاحظ أعطاك المساحة اللي من سالب واحد لصفر قيمة المساحة قديش؟ اثنين ولكن لأنها تحت محور X تحت محور X فالتكامل تبعها شو بدي يكون؟ بدي يكون سالب فشو بنحط هنا؟ سالب اثنين تمام؟ ليش أنا حطيت سالب اثنين؟ هو أعطاك أنه المساحة الثنين غصبا عنه لأنه المساحة دائما موجبة ولكن أنا بدي قيمة التكامل قيمة التكامل من سالب واحد لصفر كم رح يكون؟ سالب اثنين تمام؟ إذن إذا كانت المساحة تحت محور X فتكاملها سالب حط هاي المعلومة حلقة في ذانك إذا كانت المساحة تحت محور X وهاي معلومة طبعا أنتو بتعرفوها فإن تكاملها إجباري يكون شو؟ تكاملها شو ما له؟ سالب فإن تكاملها سالب نضبط كلمة تكاملها مشارطين كتب وهاي نغير لونها كمان فإن تكاملها بدي يكون سالب إذن لاحظ معاي من سالب واحد لصفر لأنها تحت محور X التكامل تبعها شو كتبته؟ سالب اثنين هسا بحط هنا زائد من صفر لثلاث فوق محور X لاحظ؟ فوق محور X التكامل رح أعوضه شو؟ موجب خمسة اجمع سالب اثنين زائد خمس شو بطلع الجواب؟ بطلع الجواب ثلاثة وخلصناها بس والله إذن التكامل من سالب واحد لثلاثة لفل X دي الأكس شو بدي يعطيك؟ بدي يعطيك ثلاثة بس دون؟ تقلنا الفكرة هاي مية في المية طيب تعال معاي قبل من نروع على الفرع الثاني شوف معاي الرسمة لحطك إياها لديك يا صديقي الصديق هذه الرسمة شوف معي وعندي هاي بتمثلك R1 وهاي بتمثل R2 R1 اللي هي المساحة الأولى نعتبر أنه قيمة المساحة الأولى هون خمسة قيمة المساحة الثانية هون ثمانية انتفقنا؟ R1 معطيك إياها أنا خمسة R2 شو معطيك إياها أنا؟ ثمانية وحكيت لك هون هاي النقطة من سالب اثنين هون الصفر وهون الخمسة وشو السؤال حكى لك؟ جد قيمة التكامل من سالب اثنين لخمسة لف لإكس دي لإكس يلا يا فنان هذا السؤال أمامك حل لي فرجيني شطارتك يلا حل لي بدي أحسب قيمة التكامل من سالب اثنين لخمسة R1 معطيك إياها أنا خمسة وحدات مربعة وR2 أنا معطيك إياها ثمان وحدات مربعة كم مياتورة راح تكون قيمة التكامل من سالب اثنين لخمسة فرجيني شطارتك نحله طيب إذا كنت إنت حلت السؤال وطلع معك الجواب سالب ثلاث فأنت فنان يطلع معك الجواب ثلاث فأنت فنان إلا فرشاية إنت فنان بس بلزمك فرشاية الرسم هاي فهمت علي فيها وما قيمة الفنان بدون فرشاته يا عزيزي ما قيمة الفنان بدون فرشاته ما قيمة الرسام بدون فرشاته تعال معاي نرسم يا رسام هسا كيف بدي أحلي السؤال باجي بحكي له مش هو طلب من سالب اثنين لخمسة فأنا بحكي له التكامل من سالب اثنين من سالب اثنين إلى خمسة لف الـ x دي الـ x يساوينا من سالب اثنين لصفر التكامل من سالب اثنين لصفر لف الـ x دي الـ x زائد تكامل ثاني من صفر لمن سالب اثنين لخمسة ف الـ x دي الـ x هسا بدي أعوض من سالب اثنين لصفر فوق محور اكس بتخليها خمسة كما هي زائد من صفر لخمسة لأنها تحت محور اكس جوابها ثمانية ولكنها شو بتكون سالب ثمانية خمسة زائد سالب ثمانية شو بتطلع الجواب تبعها سالب ثلاثة بوم هسا بنروع على السؤال والفكرة الثانية حكالك يبين الشكل المجاور منحنا الاختران F الـ x إذا كانت مساحة المنطقة R1 تساوي ثلاثة عش أعطاك R1 ثلاثة عشرة وحدة ومساحة وحدة مربعة وقيمة التكامل من سالب واحد لاثنين لـ x يساوينا سبعة جد قيمة المساحة R2 هو بده مين؟ بده قيمة المساحة R2 R2 مش معانا احنا بدنا نروح نحسب له هذه المساحة طبعا هون دقة الرسم اعتبرها انت بتمر بالصفر والصفر تمام؟ طيب بص علي ازاي هحللك ده السؤال وانت مبهور من نفسك يا باشا باجي بحكيله حط المعطيات مش هو قللك من سالب واحد لاثنين تساوي سبعة بحكيله تمام بحكيله التكامل من سالب واحد لاثنين لا F إلى X التكامل ذي الاكس عطاك كم جوابها 13 ومن سالب 1 إلى 2 عطاك كم 7 إذن هنا هاي من سالب 1 إلى 2 عطاك جوابها هاي كلها حط لي تحتها 7 حلو يساوينا من سالب 1 إلى 0 هايها عطاك إياها قداش خيمتها 13 وبتخليها 13 موجبة لأنها فوق محور X إذن بخليها موجبة لاحظ المساحة 13 والتكامل تبعها 13 إذا كانت المساحة فوق فبيكون المساحة موجبة والتكامل موجب أما إذا كانت المساحة تحت بتكون المساحة موجبة والتكامل شو بدي يكون سالب فاهمينها؟ فاهمينها هس بدي من 0 إلى 2 لأنه R2 بتمثلك المساحة من 0 إلى مين بتمثلك المساحة من 0 إلى 2 فأنا أصلا بدي أحسب التكامل من 0 إلى 2 F للإكس دي الإكس حلو باجي بحكي له هون ناقص 13 هون ناقص 13 هاي مع هاي بتروح 7 ناقص 13 قديش سالب 6 إذن سالب 6 شو بتسوي لك التكامل من 0 ل2 لف الـ x دي الـ x حلو شوف معي أنا الآن طلعت إنه قيمة التكامل من 0 ل2 قيمة التكامل من 0 ل2 قديش سالب 6 ولكن هو شو طلب منك طلب منك قيمة المساحة إنت بدك تكون ذكي بدك تحكي له المساحة مستحيلة تكون سالبة أي نعم إنه التكامل طلع معي سالب 6 ولكن المساحة لقيمة R2 راح تكون قديش راح تكون بالأحمر العريض 6 موجب لاحظ معي المساحة 6 موجب ولكن التكامل سالب 6 أكيد التكامل حيكون سالب لأنها تحت محور X ولكن كمساحة المساحة عمرها ما بتكون سالبة يا إخواني عمرها ما بتكون سالبة يا إخواني اطلع لي فيها يا مخرج تمام الفكرة المساحة مستحيلة تكون سالبة طلب منه طلب منك مساحة إذن إجباري لها تكون موجبة فأنا روح حسب التكامل من صفر لاثنين طلع معي سالب 6 بقول له تمام التكامل إشي طبيعي يطلع سالب لأنه تحت محور X ولكن كمساحة بخليها شو بخليها موجبة سؤال لطيف جميل رهيب مهيب سؤال رقم 3 من أسئلة المهارات العليا في كتابنا طيب هذا السؤال هو مهارات عليا وأيضا هذا السؤال ذكر في كتاب تمارينك بحكي لك السؤال يبين الشكل التالي منحنى لإغتران FX رأيت المنحنى إذا كانت مساحة المنطقة R1 هي وحدتين R1 هي وحدتين مربعتين ومساحة المنطقة R2 ثلاث وحدات مربعة أعطاك R2 ثلاثة وكان التكامل من الصفر للأربعة لFX من صفر لأربعة يساوينا قديش عشرة خرافي هذا السؤال فأجد خيمة التكامل من سالب 1 لثلاث يويل يويل لهب 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 هذا السؤال لهب يا أخوان تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مما سد وهذا السؤال لكم من يعرف اسم امرأة أبي لهب فليرسل لي وله جائزة وطبعا سيبك من عمك جوجل تمام؟ سيبك منه يالله هسا ارو على سؤالنا السؤال بيحكي لك بيبك أنك تسأل أحد من أهلك من أصدقائك ولكن لا تسأل جوجل تفقنا؟ يالله السؤال بيحكي لي بدي أحسب قيمة التكامل من سالب 1 لثلاثة من سالب 1 لثلاثة حلو؟ تعالوا معي على المطلوب باجي أنا بحكي له شوف معي تكامل من سالب 1 لثلاثة لف الـ x دي الـ x يساوي هاي من سالب 1 لثلاثة شو في بينهم؟ بينهم الصفر بعمل تكاملين لأنه في عندي مساحتين أنا صح؟ فبحكي له هذا يساوي التكامل من سالب 1 لصفر لف الـ x دي الـ x زائد التكامل الجديد من صفر للثلاثة ف الـ x دي الـ x مش هو بده من سالب 1 لثلاثة أنا بحكي له التكامل من سالب 1 لثلاثة هو من سالب 1 لصفر زائد من صفر لثلاثة تمام؟ طيب إذن التكامل من سالب 1 للثلاثة لف الـ x دي الـ x يساوي هسا من سالب 1 لصفر هي أروان أعطاك جوابها 2 حلو ولكن كتكامل لاحظ المساحة اثنين ولكن كتكامل شو لازم اكتب له سالب اثنين لانه هو تحت محور اكس سمام وانا قاعد بعوض مكان مين مكان التكامل التكامل لانه تحت اجبار يكون سالب زائد التكامل من صفر لثلاث مش معنا مش معي التكامل من صفر لثلاث بحكي له بسيطة بروح بجيبه تعالوا خلينا نروح نطلع قيمة التكامل من صفر لثلاث كيف هون تشوف معي تحكي لي التكامل من صفر لثلاث كيف بدنا نحسبه اعطاك السؤال انه التكامل من صفر لاربعة يساوي عشرة فانا باجي بحكي له وبكون ذكي التكامل من صفر لاربعة لف في الاكس دي الاكس يساوينا التكامل من صفر لثلاث لف في الاكس دي الاكس زائد التكامل من ثلاث لاربعة لف في الاكس دي الاكس تمام اذا التكامل من صفر لاربعة هو من صفر لثلاث ومن ثلاث لاربعة انا بدي احسب من صفر لثلاث عشان اعوضها هون تمام هسا التكامل من صفر لاربعة كما اعطاك جواب عشرة يعني هاي اعطاك جوابها كلها عشرة تحكي له عشرات وساوي التكامل من صفر لثلاث انت بدك اياها خلي لي اياها زي ما هي وعمل لك اياها باللون البرتقالي هاي بدي اياها عشان اعوضها هون فبحكي له خليها التكامل من صفر لثلاثة لف في الاكس دي الاكس انا بدي اياها زائد هسا التكامل من ثلاث لاربعة اعطاك جوابها كم سالب ثلاث لانه هو اعطاك انه المساحة ارتو هي ثلاثة فانا بدي كتكامل ولانه تحت محور اكس روها عوضها سالب ثلاثة طيب الان تعال هون اعمل زائد ثلاث اعمل زائد شو ثلاث هاي مع هاي بتروح بصفي معك التكامل من صفر لثلاثة لف في الاكس دي الاكس يساوي عشر زائد ثلاث كم ثلاثة هيك انت رحت حسبت له التكامل من صفر لثلاث بتيجي بتعوضوا هون بيطلع معانا التكامل من صفر لثلاث هون شو ثلاثة معناته التكامل من سالب واحد للثلاثة لإف في الإكس دي الإكس يساوينا سالب اثنين زائد ثلاثة عشر اللي هو كم؟ اللي هو إحدى عشر والله سؤال رهيب والله سؤال جميل ركزوا لي عليه هذا السؤال ركزوا لي عليه منيح سؤال ذكي طلب منك من سالب واحد لمن لثلاثة من سالب واحد لثلاثة يعني من سالب واحد لصفر ومن صفر لثلاثة من سالب واحد لصفر مع قيمتها سالب اثنين بس من صفر لثلاثة مش معنا فروحنا حسبناها من خلال المعطة اللي أعطاك إياه السؤال المعطة الثاني اللي هو من صفر لمين لأربعة أعطاك إنه من صفر لأربعة تساوينا عشر إنت بتحكي له من صفر لأربعة هي من صفر لثلاث ومن ثلاث لمين لأربعة من ثلاث لأربعة أعطاك جوابها قديش ثلاث ولكنها كتكامل بتكون سالب ثلاثة طلعنا قيمة التكامل من صفر لثلاثة ثلاثة عوضناها في التكامل من سالب واحد لثلاثة طلع جوابنا قديش 11 والله سؤال فخم فخم جمال الرياضيات جمال الرياضيات اخواني تعالوا على سؤال تحدي هسا من مهاراتك العليا سؤال تحدي شوفوا هذا السؤال يلا وقفل للفيديو حاول تحلي السؤال اتحدى ذاتك اتحدى نفسك اتحدى مهارتك اتحدى عقلك هذا السؤال انا لسا ما شرحته حاول انك توقف الفيديو وترفع من قدراتك فوق وتحله بعدها ارجع ليالله يعني واقف بس انك هون اروح حله ولك اروح حله ليش تطلع علي قاعد روح لي حل السؤال وانت روح حلي السؤال يلا اه اه انا موقف ودام السؤال انا اسف طالس تمام يلا وهايني بدي اشرب شربت جهوة عبال ما انتم فاكرين بحل السؤال طيب بدي اعتبر انه كل واحد فيكم حل السؤال وكالعادة اعمل لي سكرين او صور لي حل لك ابعث لي اياه على الواتساب هذا السؤال يلا بدي اشوف التفاعلات عندي على الواتساب بدي اشوف مسيجات عفق عندي على الواتساب وقف لي اه او صور لي حل لك ابعث لي اياه لانه رح اذكر اسم صاحب الحل الصحيح ان شاء الله على جميع مواقعي في التواصل الاجتماعي وسوف يصبح مشهورا ومشهورا جدا كمان يلا كيفو نحل السؤال مع بعض السؤال بيحكي لك يبين الشكل المجاور منحنة الاختران يسوي كي اكس في اربعة ناقص اكس يا سلام اذا كانت مساحة المنطقة المحصورة بين المنحنة الاختران والمحور اكس هي ثنين وثلاثين ويحدة مربعة فاجد قيمة الثابت كي بده قيمة الثابت كي هايوا شايفينو تمام اعطاك انه المساحة هاي من صفر لهاي النقطة ماشي اعطاك انه قيمة هذه المساحة هي اثنين وثلاثين وحدة بده قيمة الثابت كي والله سؤال رهيب 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 جدا شوف معي عشان تحسب قيمة الثابت كي حلو انت معك انه المساحة قيمة ايه هي عبارة عن التكامل من هاي النقطة اللي هي صفر لهذه النقطة اللي احنا ما بنعرف شو هي ولكن راح نروح نجيبها الان للاختران تبعك اللي هو كي في اكس في اربعة ناقص اكس بسكر قوس دي الاكس هاي اعطاك جوابها قديش اثنين وثلاثين وهذا السؤال وضع من اسئلة المهارات العليا عشان المهارة اللي راح احكي لك اياها الان عشان المهارة اللي راح اعلمك اياها الان اذا كنت انت عرفتها وحليت والله بتكون فنان وفنان وفنان شوف معي الان انا اذا كان هاي القيمة طلعتها وكانت معي معناته موضوعي محلول وخلاص حليت السؤال طب انا كيف بدي اطلع هاي القيمة هاي القيمة هي القيمة اللي بتقاطع فيها هذا الاقتران مع مين مع محور اكس والتقاطع مع محور اكس معناته انه قيمة واي شو قيمة واي صفر معناته عشان انا اطلع هذا الرقم اللي انا بدي اكامل عليه ما اشيله من صفر لهذا الرقم لازم امسك واي وحط مكانها قيمة ها قدي صفر لأي لانه هاي النقطة مكونة من احداثيات احداثي اكس واحداثي مين واي الاكس انت بدك تطلعه انت بدك تشوف هاي النقطة على الاكسات كم قيمتها بس انت معك على وايات قديش صفر لانه هاي النقطة اكيد اكس مع مين مع الصفر لها على واي فانا باجي بمسك الاختران ومكان واي شو بحط صفر وبطلع قيمة اكس يعني باجي بحكي له انه كي اكس في الاربعة ناقص اكس كم بتساوي بتساوي صفر اللي هي قيمة مين قيمة واي تمام الحكي هسا لما يكون عندي حدين اما الحد الاول يساوي صفر يعني كي اكس يساوي صفر او القوس الثاني اللي هو اربعة ناقص اكس هو اللي يساوي لقداش هو اللي يساوي صفر اول مرة بقسم على كي لانه هو ثابت بقسم على كي تطلع مع قيمة اكس صفر على كي صفر اللي هي القيمة الاولى للتكامل اصلا هي طالع مع كيها هس عشان نطلع هاي باجي من القوس الثاني اربعة ناقص اكس يساوي صفر شو قيمة اكس انجل الاكس هناك تصير موجبة اذا قيمة اكس تساوي قدياش اربعة اذا هاي القيمة هذا الرقم هو قدي هو اربعة اذا احنا راح نكامل من صفر لمين من صفر لاربعة اذا وصلت كيف طلعنا هاي القيمة بدك تكون فن هذا مهارات عليا والسؤال مهارات العليا ماتوا انت بدك تكتسبه كمهارة اليك تكتسب هاي المهارة وما تنساه لانه هي فكرة جديدة عليك فهاي الفكرة بدك تخليلي اياها في بالك تزرعها زراعة وتخيطها تخيط بمخك جيب سنارة وجيب ابر وخيط وخيط وكما يقول الشاعر امشي في طريقي وخيطه شارعا بشارع واقول متى اصلك هذا كان شاعر في مدينة كاليفورنيا يبعث برسائله البريدية الالكترونية ايام زمان الى حبيبته الموجودة في ارض بغداد يقول لها امشي في شوارعي وخيط شارعا بشارع واقول متى اصلك احنا بدنا نحكي متى بدنا نحل السؤال تعالوا خلينا نحل السؤال يلا هسا شو بعمل خلص كل شي معك جاهز روح كامل يلا هسا عشان اكامل هذا الكي اكس الثابت المضروب بي اكس بدنا ندخله وين جوه القوس فبصير عندك تجهيز ايه يساوي التكامل من صفر لأربعة كي اكس في اربعة بصير اربعة كي اكس ناقص كي اكس في اكس كي شوف معي اكس تربيع وهي يدي الاكس شوف انا شو عملت كي في اكس ضربتها جوه القوس كي اكس في اربعة شو صارت كي اربعة كي اكس كي اكس في اكس صارت كي اكس تربيع دي الاكس حلو حلو كثير هسا شو بدك تسوي بدنا نروح نعمل عملية التكامل الكي اعتبرها رقم انسا نزلها زي ما هي الكي رقم فبصير عندك اربعة كي في اكس تربيع اثنين ناقص الكي رقم بنزل كي اكس قوة ثلاث على ثلاثة من وين لأوين من صفر لأربعة هاي صفر هاي أربعة كم الجواب هو عطاك ايا اثنين وثلاثين اكتب يساوي اثنين وثلاثين تمام الحكي تمام التمام هسا بدنا نعوض طبعا قبل ما تعوض في اختصار هون بين أربعة واثنين ريح حالك بس يد اثنين كي اكس تربيع ناقص كي اكس قوة ثلاث على شو على ثلاثة من وين لأوين من صفر لأربعة دا خلينا نحسبها يلا عوض الأربعة فبسي عندك اربعة تربيع كديش 4 ضرب أربعة 16 16 بالاثنين 32 كي ناقص 4 تكعيب 64 حلو 4 تكعيب 64 فبسي عندك 64 وستين كي على شو على ثلاثة تمام الحكي تمام التمام كم بيساوينا طبعا الصفر هاي القوة الأول ناقص الصفر ما في الها داعي كلها هتطلع معك صفر يعني كم بيساوينا اثنين وثلاثين شوفوا هاسه كيف بدي اطلع قيمة كيف شوف المهارة اللي رح نعملها عشان نطلع قيمة كيف باجي هنا بدنا انوحد المقامات لانه شو بيصفي معاي بيصفي معانا ما يلي بيصفي معك اثنين وثلاثين كيف ناقص اربعة وستين كي على ثلاث يساوي كم يساوي لك اثنين وثلاثين باجي هنا مقام هاي كم واحد بواحد المقامات اضرب اثنين وثلاثين كي ضرب ثلاث باجي ضرب طبيعي اثنين وثلاثين في ثلاثة هيها اثنين وثلاثين بثلاثة ثلاث ضرب اثنين ستة وثلاثة ثلاثة تسعة فصارت شو ستة وتسعين ايش كي هاي ستة وتسعين كي ناقص طبعا اربعة وستين كي ضرب واحد اربعة وستين كي هاي اربعة وستين كي على واحد بثلاث شو ثلاث انا وحدت المقامات بالطريقة الطبيعية ثلاثين كي بثلاث ستة وتسعين كي اربعة وستين كي في واحد اربعة وستين كي وثلاثة في واحد ثلاث يساوي كم يساوي ثلاثين طيب تعال هسا شو بدك تعمل بدك تطرح ستة وتسعين كي ناقص اربعة وستين كي سهلة اطرح طريح طبيعي يعني شوف معي ستة ناقص اربعة كم اثنين وتسعة ناقص ستة شو ثلاث يعني اثنين وثلاثين شو كي الآن على شو على ثلاث يساوي كم اثنين وثلاثين تمام الحكي هسا اضرب لي تبادلي عشان انطلع قيمة كي هاي مقام واحد وضرب ضرب تبادلي 32K ضرب واحد صارت 32K تساوينا 32 خليها زي ما هي 32 ضرب ثلاثة لأنه بدي أنا أصل أختصر وأقسم هون على 32 وهون على 32 هاي مع هاي بتروح هاي مع هاي بتروح شفت كيف عشان هيك خليتها فصفت كي قيمتها قديش ثلاثة ويا كبير انت هس حليت السؤال هذا السؤال موجود من المهارات العلية والله سؤال جميل والله السؤال يرتقي إلى مستوى العلامة الكاملة يعني اللي بفهمه صح وبيجي في الامتحان وبحله جاب علامة كاملة فهمنا الفكرة فكرة هاي هون هون انك طلع قيمة هذا الرقم عن طريق انك تعرف انه هاي النقطة قيمة واي فيها صفر فأنا بروح بسويها بالصفر بطلع قيمة اكس واللي هي الحدود اللي بدي أكامل عليها وبحلي السؤال الحل طبيعي سؤال اللي اللي فهمه فهو فانتاستيك سؤال اللي بدك تتبتلي يا غسمن عنك طبعا انت طالب من طلابي يعني بدك تجاوب يعني بدك تجاوب انا ما عنديش مزيح تمام الحكي حبايب قلبي يعطيكم الف عافية احنا هيك خلصنا درس المساحة بكامل والله كان درس زي ما هكتلكم كالنسمة الخفيفة اللطيفة في ليالي الصيف الحارة صح ولا لا يعني هيك درس جميل كان خلصنا مع بعض الدرس الرابع ولكن رح نيجي في قسم جديد أحللكم أسئلة أتدرب وأحل المسائل كالعادة أسئلة أتدرب وأحل المسائل دايما عندنا بتكون مزرة فلذلك بتجهز لي قلمك وبتجهز لي أمورك حللي الأسئلة اللي في الفيديوهات الماضية وتعالي مستعد على أتدرب وأحل المسائل لأنه رح ندخل معركة خرافية 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 ورح تعرف أنها معركتك سهلة لأنه احنا الصعب في هذا الدرس ما كانش أصلا فيه صعب قطعنا مع بعض صح ولا لا ومع بعض إن شاء الله على الحلوة وعالمرة وأسئلة أتدرب وأحل المسائل رح أترك لكم إياها إن شاء الله في جزء خاص بشوفكم هناك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته